خلافات الداخل في دولة الاحتلال تتفاقم يوما بعد يوم حتى وصلت إلى أروقة الكنسة وباتت الحكومة الإسرائيلية في مأزق داخلي محكم متخطية كل الحواجز التي وضعها نتنياهو وحديثه الدائم عن ضرورة الحرب بغرض خفي هو تثبيت أركان حكمه زعيم المعارضة يائر لابيد أعلنها أمام الكنسة محمل نتنياهو مسؤولية الكوارث التي تحدث في إسرائيل مؤكدا أنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقدان عشرات الجنود كما حمل نتنياهو مسؤولية أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر لابيد اتهم نتنياهو بالفشل في أداء مهمته مؤكدا أنه أصبح غير مؤهل للبقاء في منصبه خاصة وأنه غير قادر على ما وصفه بالتحكم في وزراء حكومته المتطرفين الذين يتحكمون فيه وفي مصير الشعب بل واتهم لابيد الوزراء المتطرفين بسارقة المال العام والتسبب في إثارة الأزمات تصريحات لابيد ضد نتنياهو تتصاعد في كل لحظة فقبل أيام انتشر فيديو لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس الأركان ووزير الدفاع يو آف جالنت وطاعة نتنياهو فقط وهو ما وصفه لابيد بالدعوات التحريضية التي تثير الفتنة مشيرا إلى أن نتنياهو يدعو إلى حرب الأشقاء وحل الجيش في محاولة أخرى للهروب من المسؤولية داعيا إلى إنهاء سيطرة هذه الحكومة التي تسببت في مقتل الجنود واستمرار الحرب وبقاء المحتجزين في قطاع غزة دون حل إضافة إلى هروب مئة ألف مستوطن من المستوطنات نتنياهو وصل إلى السلطة من خلال التحالف مع المسؤولين المتطرفين ونجح في تشكيل حكومته التي أشعلت النيران في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويبدو أن هذه العناصر المتطرفة ستكون سبب انهيار سلطته إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة